هدأ معك من حيث بدأت هذه الحلقة ملف التحكيم في مصر ملف لا ينتهي بكل المشغبات والمشاكل اللي حواليه من الجميع من أندية ومن أخطاء في اتحاد الكرة ومن أخطاء من لجل الحكام ومن أخطاء من الحكام نفسهم من مبالغات من عند الأندية احنا عايشين في كنف الحكام وما منطلعش منه طول الوقت حكام 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 فوق تحت يمينش ما منتكلمش في أي حاجة للحكام تاليبا إمتى هينتهي هذا الحديث اللي أصبح ممل جدا بسم الله الرحمن الرحيم أولا هو يعني ده ملف واحد من ضمن ملفات عديدة تعاني من أزمات شديدة وتعاني من سوق إدارة أولا ملف كرة القدم بشكل عام في مصر حدثه لا حرك من سيء إلى أسوأ عفوا الكرة المصرية تعود للخلف أنا نهاردة يناير عشرين تلاتة وعشرين ربنا يسطر السنوات القادمة دي ونقدر نتآهل لكاس العالم ونقدر نتآهل لكاس العالم عشرين ستة عشرين ما بقاش بصعوبة اللي بيحصل ده لا يمكن يبقى فيه تفاقل ماشي دوري ما انتش عارب تنظمه ومشاكل وأزمات وأندية بتعترض على أي حاجة والتحاد كرة مش في الموجود وربطة كان الله أفعونها مش هقول إن دي لسه سنة أولى أو سنة تانية فلسه الناس بتجرب وحاجات كتيرة جدا فالتحكيم ده جزء من كل يسير من سيء إلى أسوأ وللأسف الشديد الناس يعني مسؤولة عن إدارة ملف كرة القدم مش في دماغهم الموضوع يعني مش في دماغهم الموضوع إن كرة القدم دي محتاجة حاجات كتيرة جدا يعني إيه دوري مصري في الأسبوع الثلاثتاشر ومفيش راعي للدوري يعني مين الرعاب طوالدوري حاجاتك بتشوف إعلانات في الملاعب إعلانات الملاعب مش إعلانات اللي على تشارتاتها ماشي يعني إيه الربطة ما تتدخلش في حل أزمات للأندية مين فكر في النادي الإسماعيلي مين اللي فكر في حل الأزمة الأزمة اللي بيمر بها نادي الإسماعيلي طب أنا كرابطة معلش أنا المفروض أعمل إيه في أزمة نادي الإسماعيلي أساعد نادي الإسماعيلي هو مش رئيس الربطة راح ظهر المحلة لما كان بابا فزيلوز دوت بابا شارو دا كان حيمشي أنا بس الأول لو تسمح لك شريف هسيب حرارك تسترسل لمرضيتش أقطعك بس أنا هكتاب في النقطة واحدة بس فكرة الدوري السنة دي في الانتظام بتاعه أنا أول مرة أشوف دوري منتظم من سنين طويلة أنا أول مرة تشوف جدور الدوري فيه 13 تيل جاي وراء ممكن لسه بيكلمك كابتن عامل لسه التأجلات جائية بس أنا أصد إيه المواجلات جائية الحمد لله كل الفرق لعبها 13 مباراة يعني دي أول أنا كفاك أنت كان 13 و 6 و 5 و 4 و 2 عشان الدنيا لجندة تغيرت ويا كاس العالم ادينا فرصة أن نحن نلعب عدد مباريات لغم من دا يعني كان استثناء ولكن تيل جاي وراء لا هلأ لعب كاس عالم لندية ولندية هتلعب بطولات أفريقيا وفعب فيه تأجلات يعني الله أعلم الدورة دا يخلص يمتسيبك بقى من حاجات 30 و 6 لا وكابتن عامل خلاص قالي أنه من الصعب من الصعب جدا هنرجع بقى لسؤالك زمان زمان كنا بنقول أخطاء الحكام ورده اللي هي الجمل الأولب المحفوظة الحكم بشر جزء من متعر كرة الحكم قد يصيبه قد يخطئ أصل ده قرار بيأخذوا في ثانية كل الكلام ده في وجود الفار المفروض الكلام ده ينتهي يعني فيه مناظر تبقى لعبة بقى تقديرية والزوية مش بعيدة نحن عندنا قزمة كبيرة الفار بتاعنا والكلام ده أنا بقوله من ساعة ما الفار دخل مصر القبار بتاعنا عربيات مستهلكة ما هيش جديدة عربيات المفروض إنها بقت بتاع التدريب كاميرات عدد الكاميرات في الملعب ما بتساعدش الفار الحكام مش مدربين تدريب قوي وفي بعض الناس اللي بتقعد على الفار ما عندهمش دراية كاملة بالبرتكول بتاع الفار وباللوايح وبالتعديلات الأخيرة في قوانين التحكيم والكلام ده كله فبنشوف الأزمات يعني انت كنت بتتكلم مع الكابتين هايمن ديجيش دلوقتي على المساعدين اللي هم بقى يبيع القضية ويسيبها للفار ويعمل ديليل ماشي لأنه هو معندوش وبتاع الفار بقى بيعمل مصيبة أكبر انت شفت الخطوط الخطوط حتى غلط مفروض الحط على آخر قطعة في الجسم مرة حطالك جنب الرأس عالكتف عالكوع زي ما تيجي معاه زي ما يجي الخط معاه هنفضل نعيش في الأزمة دي المفروض في وجود الفار لا مجال الخطأ البشري إلا في مناظر طبع فاحنا عندنا تجربة الفار في العالم كله آه فيه أخطاء طبع فيه أخطاء أكيد وفيه مسائل تقديرية ولكن مش بالحجم اللي احنا فيه ده يعني الأخطاء زادت وبعدين الناس اللي كان عجبها الفار بقى لهم سنتين وفرحانين بيه بياخدوا بيه بطولات أول ناس السنة دي بقى لهم دلوقتي حوالي عشرين تلاتين يوم مسكين الفار والحكام يعني الفار كان حلو والسنة اللي فات بقى وعشر السنة دي ما هو عموما التحكيم ما كنت إذا أتكلم في الجزاية دي يا أستاذ شريف إنه هو التحكيم هيفضل كويس تون ما أنا بكسب عرافك هذا كل الأندايا في مصر مش نادي واحد تون ما بكسب الحكام كويسي أول ما وعرغب إنه يبقى فيه أخطاء وإنت بتكسب بس تمام مش شايف لكن فيه حاجات تانية مهمة معلش يعني الملاعب يعني انت شفت ملعب الإسماعيلي مبارح والمولين مطشل إسماعيلي وصو الأرض عاملة إزاي شنشواط مطر حد فكر حد فكر إزاي إنه نغير نجيلة الملاعب دي في الراحة حد فكر أكتر من ملعب المولين العرب وبيترس بورد دي كلها ملاعب مفوض يبقى فيه صيانة ليها وترتيب ليها والاتحادي تدخل والربطة تدخل إن الملاعب دي تبقى صالحة للاستخدام بدل ما الأربع يعني أنت عندك البنك الآلي وصراميقة والآل والزمائك هلعبوا على أستاذ القايرة تفرج على أستاذ القايرة في يناير في فبراير اللي جاي ده ويناير لما المطر يزيد حيبقى شكله عامل إزاي أرض برضو مش هتستحمل الملاعب مش هتستحمل طيب